اشتركوا في القناة المجرة وهكذا صائر المجرات الأسباب الظاهرية أن هناك جاذبية وهذه الجاذبية تسبب هذه الحركات المنتظمة في الكون لكن السبب الواقعي أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده السبب الواقعي قرنه الله بسبب ظاهري نحن نعرف السبب الظاهري لذا مكلفون بالعمل طبق السبب الظاهري لأن دار دار الامتحان إذا عملنا بالأسباب الظاهرية الله سبحانه وتعالى أيضا يهيئ الأسباب الواقعية فنرى النتيجة نحن نتصور أن النتيجة هي نتيجة هذا السبب الظاهري لكن هو من باب القضية الاتفاقية هذه النتيجة هي نتيجة السبب الواقعي لكن ذلك السبب الواقعي تقارن مع السبب الظاهري فلذلك نحن مكلفون في أن نسير طبق الأسباب الظاهرية النصر هو من الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لكن أنت كمسلم لازم تكد لازم تعمل لازم تهيئ أسباب النصر الظاهرية بعلمك بعملك بجهدك بدراستك أنت لازم تأدي تكليف فإذا أديت تكليفك الله سبحانه وتعالى يهيئ السبب الواقعي أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم مثلا هذه الآية الكريمة